السلطة الحالية في العراق تتشبث بكل شيء من أجل البقاء في الحكم للحصول على مزيد من الأموال والسيطرة ولو كان على حساب العراقيين وتأسيس دولة ضعيفة فاشلة لمصلحة تقوية إيران فالعراق أصبح ينطبق عليه تعريف الدولة الفاشلة حيث تنتشر الميليشيات المسلحة فضلا عن أن السلطة الحالية ليست شرعية وهي عاجزة عن اتخاذ قرارات موحدة نتيجة فساد النخب السياسية وولاءاتها لجهات إقليمية ودولية وفقا لموقع ميداليست أونلاين حكومة السودان الحالية منذ تشكيلها تؤكد يوما بعد آخر مدى نفوذ الميليشيات على المشهد العراقي وسيطرة الأحزاب الفاسدة على مقاليد السلطة فقد أعطى السوداني الحرية للميليشيات في التدخل بالقرارات الاستراتيجية بحسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى السودان في أثناء زيرته لإيران لم يتحدث عن استمرار الاعتداءات الإيرانية على شمالي العراقي واستمرار قطعها روافد الأنهار الأمر الذي فاقم أزمة الجفاف لكنه ذهب ليمدح إيران ويتغنى بمنجزاتها وعمل من قبل على إنشاء علاقات ودية مع السياسيين والميليشيات الموالية لإيران في العراق من أجل وصوله لمنصب رئاسة الوزراء وسائل وعلام إيرانية كشفت عن أن رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني أبرم مع إيران صفقة بقيمة أربعة مليارات دولار لتعويض خسارتها من جراء تراجع صادراتها إلى العراق في العام الحالي هذا وتكتمت الحكومة في بغداد على هذه الصفقة مقابل ما سمي خدمات فنية وهندسية من دون أن يكشف عن طبيعتها وقد عدت مصادر اقتصادية عراقية العقدة المليارية أشبه بهبة مجانية من السوداني إلى إيران بعد حصوله على رضا خامنئي وحمايته الطبقة الحاكمة في العراق فاسدة لا يرجع منها أي إصلاح هذا ملخصه تقرير مع تشاتام هاوس البريطاني لدراسات وبالتالي فإن ثم تولاءات ومصالح أكبر من مصلحة العراق والعراقيين بالنسبة للأحزاب والميليشيات الحاكمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة